كنت أفضل موضوع ما تفتحشي لأنه أولا تافه إلى درجة وكاذب إلى درجة تغم النفس ثانيا أنا ما بحبش أدفع عن نفسي لكن أنت قلت تفاصيل لازم تتشرح بقى ويمكن لأول مرة لأول مرة هقولي الكلام ده أنا ليه قدمت استقلتي في يونيا أو يوليا سبعة وتسعين وكابتن صالح ولا تمانية وتسعين مش فاكر تمانية وتسعين يمكن والكابتن صالح فوجئ وبعدين لما عرف السبب قال لي ممكن تستنى معنا لشهر التسعى بعد جمع العمومية أقوله وقت ما تقول لي يا كابتن أنا موافق أنا جاهز قال لي خلاص استنى تطلط الشهر اللي جايين ده لم يتلاحف أنه قبالها في ساعتها بالعكس طلب مني الانتظار السبب وأبطال القصة أحياء كنت أنا ابتديت تعشش في دماغي فكرة الاحتراف ودراسة الاحتراف وتطوير الكرة من منظور الاحتراف وكان لي بعض الجهود فيه فالصديقي العزيز شفاه الله إهاب صالح وهو راجل طموح ومغامر وهو موجود وحي وشاهد على القصة قال لي يا عدلي لعب في دماغك فضل أنا قبلها كان جالي يعني عقود أن أنا روح اتحاد جدة ما كانش الفلوس وقتها لأن الأستاذ طلعت لامي ربنا من سيب الخير كان رئيس الاتحاد جدة وكلمني قال لي يا كابتن أنا عجبني النموذج اللي بيضار بالنادي الأهلي وأنا كثير الأصفار زي كابتن صالح وتعالى فرفضت أول سنة فبعت لي كابتن حماد أمام تاني سنة والتقيت أنا هو قال لي اللي قصد صالح تاني عايزي قابلك راح فاتح الموضوع تاني قلت له أنا بالنسبة لي سعيد في النادي الأهلي ومش عايز أن أنا أروح أشتغل لعني موظف علشان مرتب أعلى في أي حتة قال لي ولادك مش ولادك قلت له ولادي الحمد لله إحنا مطربيين على طبلية أبونا إحنا فلاحين ولادي بإذن الله مطمئنة على مستقبلهم وفي عشا عندي مشاكل قال لي أنت غريب أوي تم تسأل رأيك كابتن صالح أكلمه لك قلت له لا ما تكلموش أنا حسأل الكابتن صالح واللي حقول لي عليه حعمله رحمة الله عليه راح تقول له قلت له واحد اتنين كذا 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 قال لي وانت رأيك كي قلت له أنا من جواه مش عايز أمشي قال لي لا لو شايف أنك عايز تمشي وخجلانة أنك تقول لي قل لي وأنا وديك لأهل جدة ده ندينة سفر بسفر بقى قلت له لا أنا مش عايز أسافر قال لي وقت ما تحبه قل لي ونكلم صاحب اسمه الأمير محمد عبدالله فصل وقلت له يا كابتن أنا مصود لكن لما كلمني يا هاب مرة واثنين وثلاثة الفكرة بدت خطيرة عايز يعمل شركة يسميها الإيجيبشن فوتبول وحيشرك معانا مؤسسة أخباري اليوم شريك أيوة أنا نشاهد على ده واتكلمت قلت الكابتن الصالح فما كانش مبسوط بس قال لي اللي أنت عايزه ما بيمسكش في حد الكابتن الصالح ها طبعا بعد ما مشيت ما ورناش حاجة ففي سبتمبر برضو أو الفترة من سبتمبر لا قبل سبتمبر يمكن في آخر أغسطس أنا بروح سيدي عبدالرحمن في هنا واحد اسمه سلومة عنده سوبر ماركت صغير كده كان دلوقتي حاجة جبارة أو قال لي أنت جيت قلت له قال لي الكابتن الصالح جيه معلش أنا هطول في الحتة دي قال لي الكابتن الصالح جيه وسألني هو عدلي ما جاش كنت أتاهم مقدم استقالتي لكن ما نفسه ياشلس بناء على طلب الكابتن الصالح أجل والله على ما أقول شهيد في كل كلمة يعني طبعا فكان معي أخويا شقيقي حامد أنت عارف فقلت له ما تيجي نفوت على الكابتن الصالح يكون عايز حاجة رحت فالصفراجي هو في قرية الدبلوماسيين قال لي الكابتن في البحر وقلت له خلاص بلغه أن أنا فوت عليه وجيت مش قال لي لا لا انتظر أنا هروح له قلت له ما تخسبوش يخليه يرجع من البحر قال لي حيزعل لو عرف أنك جيت ما قلت لهش ومشيت قلت له طب قل له حاجينه في وقت تاني عشان ما جيش هو من من الأعداء اللي قاعد لقيت الكابتن الصالح جايلي اتكلمنا اتكلمنا والراجل لطيف وقدمنا شربنا المشاريع بتاعتنا واخويا قاعد فلاقى جلسة ودية جدا وإحنا ممشيين قال لي ما كنتش عارف تستنى سنة ولا اتنين ونمشي سوا ما أنا عملت كده محمد بصيلي بصة قلت له الله كابتن ما عرفش حساباتي جات كده ووقتها بيني وبينك اللي خلاني قبلت كان فيه خلافات داخل المجلس كانت مدايقاني قوي وكانوا عاديين يستخدموني فيها ضد بعض وبعضهم عايز يستخدمها ضد حتى الكابتن الصالح وانت مدير النادي وما عرفش وانت لازم تعمل عادييني قاسبت حاجات في المحضر فانا لقيت ان دي طوق نجاه الشغلان اللي جات دي ان انا بقى شريك حبقى شريك في شركة برايفت بيزنس ما عرفش هتنجح ولا لا فانا قلت له والله حساباتي وانت كنت طولت في حيط مدير النادي من اتنين ونتسعين اه وما كنش متخيل نحامش الحقيقة بس المهم فقال لي طيب يعادلي لو احتاجتك في حاجة قلت له كابتن دا سأل دا انت احتاجتني وكان فرح بعد اسبوع وما رضيتش عتازر سفرت غانع عشان حضرتك كلفتني ولما انت قلت لك كده قلت لي ازاي تعمل الكلام دا انا مدرجش اتأخر عن النادي الاهلي انا كلمت خطيبتي اللي هي بقت مراتي بعد كده قالت لي اوعى تتأخر عن النادي الاهلي والكابتن صالح كترخيرها يعني قلت له هي قالت لي كده كمان جمدت قلبي ودي قصة تانية نحكيها بعدين سفرت غانة دي طيب كابتن صالح كرامني زي ما انت بتقول وجاب رموز الادب والفن كان فيه غيرهم كتير في احسن حتة واغلى مكان في مصر لم يسبق ان فعل هذا النادي الاهلي ولا كابتن صالح لا احد اطلاقا صحيح صحيح وعندي الجوائز والهدايا اللي جات لي من جهاز الكورة والنادي الاهلي عندي مصحف النهاردة مش عارف اقولك وازنه قد ايه فضة النادي الاهلي سلمهولي الكابتن صالح يوميها انا فاكر 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 كلمته كمان وتكلم كلمة وكابتن عادل امام تكلم كلمة وكنت حريس ولاد يكونوا موجودين وكان يوم يعني من اعظم اهام حياتي بعد كده لما روحت فضلوا ويطلبوا مني ان اشارك في الصفقات حتى كابتن صابت رحمة الله عليه لما تعثرت صفقة كابتن شادي محمد كلمني قال لي عادل انت مش تعرف محفوظ بيع عبد السلام رئيس الشركة قلت له اه قال لي خلاص لنا الموضوع ده والحقيقة كلمت الراجل لموضوع خلص كابتن شادي عارف ده وكابتن سابت ما هيش يعني الحاجات ان انا بتفاخر بس بقول ان انا كنت اكلف حتى هذا اليوم طيب كل الكلام ده كوم وما حدث في انتقال مجدي طلبة كابتن مجدي طلبة كوم تاني كوم تاني انت سافرت بالغارية مش بالغارية بقى ان سافرت بالغارية طبعا انا كلمت الكابتن صالح والكابتن صالح قلت له كابتن مجدي بعات لي حد وقال لي انا خلاص بخلص في الاهل او حد جالي قال لي كابتن مجدي منتظر مفقتها كان كابتن مجدي بيلعب في المتخب مصر وهو ملوش نادي كابتن جوهري قال له مش هينفع الوضع يا سامر على كده لانه كان خلص انتقل من باوك راح بالغارية راح بالغارية وعايز يرجع مصر فكلمت الكابتن صالح قلت له كابتن اذا النهاردة ما حسبناش موضوع لكابتن مجدي انا بقال لي ستة شهر بتكلم فيه مع جهاز الكورة لكن انا مش مش هقدر اتكلم فقال لي طب اسأل مستر هولمون وسابت قولهم فيه اجتماع لجنة الكورة الساعة ستة قولولي رأيون فيه كانت الساعة واحدة ده الساعة ربعة لقيت الكابتن سابت رحمة الله ليه بيكلمني بيقول لي ده مستر هولمون جاي يقول لي او انت بتسألني انت عايز وانجي مصر اللي لعب كاس العالم وهو ملوش نادي دلوقتي ييجي ولا ما يجيش طبعا يجي قلت الكلام ده الكابتن صالح قال لي خلص كلمت كابتن مجدي خلصت معاه كل شيء قلت له عايزين نسافر بكرة بكرة كان يوم حد الكلام ده قلت لي يوم الاتنين هنقطع التذاكر ونطلع بالغارية مش بتقول رئيس النادي صاحبك قال لي ما كان بلعب معي في باوك كان جوني النادي قلت له تكلمه قل له ان احنا جايين فهو كلمه ستة صباحا اتقابلت معاه قطعت التذكرة تاني مرة او اول مرة تحصل بعد كده او تاني مرة يعني انا مرتين المرة بتاعت الكابتن حسام هتعطاه في المطار والمرة دي انا عارف ان كنت عايز تنقل خلاص انا باختمه لا صباح وانا اسف ان انا بحكي هذه القصص لا لا مهمة مهمة وما كان ينبغي ان انا اتكلم لكن انت فتحت الموضوع ما يفعش يتقفل لله صح صحيح سفرت مع الكابتن مجدي قلت له اتفقت معاه على كام قال لي هو الزمالك مخلص على خمسين الف كان الراجل عايز مية الف واتفقنا على خمسين الف ده كلام ده يوم لاثنين فطلبت من عباس الريدي رحمة الله عليه كان مدير المالك قلت له اكلم الكابتن حسن ادوني خمسين الف كل بكوة عشر تلاف خمس بواك ايه ليه كابتن انا خلصت بقى العقود وخلصت حتى ايصال الاستلام كتبته وختمته وخلته على توقيع النادي قلت له انا عايز ليعي غرض في دماغي رحت بالغارية حطينا الشنط وصلنا تمانية ونص ما تلعيدش القوض معرفناش ارقام قوضنا لان العربية مستنيانة رحنا وصلنا على تسعة ونص مكتب رئيس النادي حداشر ونص وكنت مخلص هو بيتكلمه فبيقوله انا بقى طبعا في الاول عشان يبقى فيه حميمية اتكلم عن راجل عن حياته الخاصة عن مشواره الكوروي وكابت المجدي حكالي عنك وانت كنت جون مش عارف كذا وايه اللي وداك الشرطة بتلطف انت اللي جاو فقال لي تفضل قلت له عايزين الاستغناء فقلت له ورحت مطلع له طلب من النادي الاهلي ممضي مختوم عشان مجدي طلبة تلاسي بينه وبينه وبين مجدي طلبة كابتن مجدي مضى عليه جاي يمضي عليه كده بس كده ما قال له ايه الاهلي نظى مالك لحد اللحظة كان فاكر النادي زمالك كله بيخلص فدحك مجدي قال لديك شايف من اللي اهتمه وجيه جري يخلص اه رحتاني قال لي اوكي خلاص اذا كنت انت عايز كده انا مش فارقة معي رحت انطلع على الشنطة فتحها كده هو مش شايفها وبطلع دي واحد اتنين تلاتة اربعة ورحت اقفل الشنطة اه اربعين الف انا ليه بحكي الخصة دي ايه دول قلت له اربعين قال لي احنا متفيني على خمسين قلت له ما اظنش ان اعنا بعد ما نقطع المشوار ده كله ورغبة الكابتن مجدي والجدية هنختلف على عشر تلف قال لي ده انا كنت عايز مية قلت له يعني سبت خمسين مش هنسيب العشرة دي فدحك قال لي كويس وعشان خاطركم بتاع مجدي انت اوكي موافق قال له طبعا موافق اروح النادي انا مضيت فرح واخد لاربعين الف قال له طلعيني ايصال كنت انا كاتب الإيصال الاستلام قلت له تختم لي هنا عليه رحت تك ختمه وقلت له ديني ايصال من عندك فدتني ايصال من عندي رحت تختم الاتنين مع الاستغنى مع طالب فقلت له اسمع احنا خلصنا كل حاجة انا حاجز يوم الاربع للرجوع افتكرت ساعتها ان فيه ماتش يوم الاربع المحلة المحلة احنا يوم الاتنين طب ليه كابتن مجدي احنا خلصنا قلت له انت مش لك علاقات طيبة بالانتحاد قال لي طبعا قلت له تعرف تجيب لي شهادة دولية دلوقتي انا عايز يسافر الظهر قال لي انتوا في قوة كام قلت له شنط ما تلعدش فوق قلت له بس طبعا هنحاسب على الليلة دي قال لي طب روح خلص وانا ابلغهم يجهزوا لك الشنط ويجهزوا لك الاصلات وتجيلي خلصنا في نص ساعة كنت عنده لقيت واقف تحت في الشارع هو اللي بيسوق العربية وراح مطلع بتاعة الشرطة اللي بيسافر دي وعكس اللي اتجاهه وطالع على المطار عشان يلحق طيارة اتنين وتلت والله الراجل بيأديه بياخد الشنط وبيجري وانا احنا بنجرى وراه ودخل وبعدين طلع قال لينا ترانزيت وتركبه وتنزله فقتينا تعودوا ست ساعات وترجعوا للقاهرة ورجعنا ولعب الكابتن مجدي طلبه ماتش المحلة ورجعت العشر تلاف دولار اللي وفقه اولا كنا نقدر نقعد نتفسح بيه من الكابتن مجدي وما كانش حد حيعرف اي حاجة ولو عايز اصاله بالخمسين الف وكتا حاجة لكن ده مش المهندس عدلي انما انما دي وقع يشهد عليها الكابتن مجدي طلبه وانا بقولها عشان صاحب الشأن موجود وحين يرزق تفاصيل علاقة المهندس عدلي بالنادي الاهلي عطاءه غير المحدود للنادي الاهلي